يواجه مجلس سوريا الديمقراطية جناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية تحديات عديدة حول الاعترافات السياسية للإدارة الذاتية الديمقراطية التي تدير مناطق الشمال السوري إذ تمكنت القوات من السيطرة على مناطق شاسعة من سيطرة تنظيم داعش في شمال سوريا كما تخض حاليا معركة شرسة ضد التنظيم في معقله الأساسي داخل مدينة الرقة شمال شرق سوريا نعتقد بأن أغلبية القوى الدولية على قناعة بأن الإدارة التي تم تنظيمها في هذه المناطق استطاعت تحقيق خطوات عظيمة جدا في مجال تحقيق الديمقراطية في المنطقة وتشكيل الإدارة التشاركية بين المكونات في المنطقة إلى جانب تنظيم حياة المدنيين وخلق الاستقرار في المناطق بجهود أمنية وبجهود قوى سياسية موجودة على الأرض وأشارت إلهام أحمد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي أن أغلبية القوى الدولية على قناعة بأن الإدارة التي تم تنظيمها في هذه المناطق استطاعت تحقيق خطوات عظيمة جدا في مجال تحقيق الديمقراطية في المنطقة وتشكيل الإدارة التشاركية بين كافة المكونات في المنطقة إلى جانب تنظيم حياة المدنيين وخلق الاستقرار في المناطق بجهود أمنية وبجهود قوى سياسية موجودة على الأرض تحرير الرقة العاصمة المزعومة للدولة الإرهابية يعني التهيئة المباشرة لاختراق الأزمة السورية والانتقال إلى مسائل التداول والتشخيص ومن ثم المعالجة العملية لمسألة حل الأزمة السورية وفق مساره السياسي فيما يتعلق بنموذج الإدارات الذاتية الديمقراطية في روش آفا الشمال سوريا الإدارات الذاتية التي تعتبر بحد ذاتها كونه الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا نعتقد بأنه النظام الأمثل لسوريا المستقبل وأنه يخلق نتيجة أن تكون سوريا على مقاس جميع السوريين وأن تكون سوريا تتسع لجميع السوريين وأكد سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أن تحرير الرقة عاصمة تنظيم داعش يعني التهيئة المباشرة لاختراق أزمة سوريا والانتقال إلى مسائل التداول والتشخيص وثم المعالجة العملية لمسألة حل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي